السلام عليكم تنتمى دائما تكونوا بخير وعلى خير غادي نحضر لكم اليوم يمكن احلى وقالد دو اروع وصفة دو وقت في حياتي بالبادينجان او الدنجال صراحة هائلة 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 الى عندكم الدنجال وعندكم الكفتاء غير الندو صيبوها الوجبة ديال الغدا او العشاء ره تتحمق لا في الشكل ديالها ولا في الماداق انا فشفت لوصفة قلت را غادي تجيزوين المكونات اللي فيها لكن ما تصورش بهذا الماداق هذا قدمتها مع عاصير اللي غا تشوفوا معي اللي غادي نحضروه في دقيقة صراحة وجبة متكاملة ولديدة بزف بزف وما فيهاش بزف ديال الدهون دنجال ما تيكونش مقلي تيكون بوحد طريقة اللي ممتعة في تحضير ديالها غادي نخليكم ان شاء الله رابط ديال انستغرام ديالي والفيسبوك اللي حليت على طلب ديالكم في اسفل الفيديو في صندوق الوصف مرحبا باشتراك ديالكم غادي نحتاجوا على بركة الله الكفتة او اللحم المفروم حسب الكيمياء اللي بغيتون تومها تقريبا هنا يا انا ما وصل اشربعمائة جرام خديت ثلاثة ديال الدنجالات وممكن ناخد اكتر حسب الحشوة اللي عندي اللي يكونوا متوسطين واختاروا دنجالي تيكون جديد وخفيف ما يكونش تقيل باش ما تكونش في ديك الزري عالداخل ويكون مار بالنسبة للصاصة ديال الطماطم فانا تتكون عندي في المجمد في اغلب الاحيان صراحة تتهني بزافي لابتو نحضرها لكم خليوها ليفت تعليقات موهما غدي نقول لكم المقادير اللي فيها تناخد طماطم او ماطيشة عادية او لا صغيرة الطماطسوغيز دابا الوقت ديالها هادي تنغسلها مزيان وتنحطها في واحد القاملة او قدرة بدون ما نضيف الماء النار تتكون مجهدة في الاول ملتا تبدأ الطيب تنمهلو تنخليوها الطيب تقريبا 21 دقيقة او حسب الكمية ديال الطماطم اللي عملته ملتا الطيب تناخد مكسوغ وتنطحنها او لما توفرتوش عليه ديروها في الخلات وطحنوها عضفوا لهورقة ديال سيدنا موسيشي ثلاثة ولا أربعة لبزار الملحة ثوم بودرة او إلا ما توفرتوش علي ديرو الثوم عادي وملعقة صغيرة ديال التحميرا او البابريكا زيت الزيتون وخليوه تبخ شوية او تغلى تبع تنصفيها من القشور تصفي ملتا بلتا تديروها في اكيس وتحطيها في المجمي تتنفع بزاف الحوت اللي بنا نديروها هكذا كباري السباكيتي المقرونية بصفة عامة بحالها كده البيتزا اللي غاتان مويم تتنفع بزاف بزاف ده بغتنا نرجع الوصفة خديد الكفتا ضفت عليها تقريبا واحد نصف بصلة صغيرة مش لدرقيق وحودي ديال كامون نصف ملعقة صغيرة غير مملوءة ملعقة صغيرة غير مملوؤة جيدا ديال البابريكا او تحميرا ربع ملعقة مللف زار او الفلفل اسود شوي ديال تومبودرت قريبا واحد اربع ملعقة ليس ما تفردوش علي حكو ذريس تريك في الكفتا واحد المكوين اللي زوين جث تزيف هو الزعتر ضيفه وربع ملعقة صغيرة ديال الزعتر أو اكتر بقليل مهيم ما تفوتوش نصف ملعقة غير مملوؤة زيت الزيتون والملحة حسب الضوغ سوف نأخذ كذلك تقربنا واحد الجوج ملاعق كبيرة أو أقل بقليل دي القصب و رمع الدنس طريق اللي قطعت تين السمو هاد الكفتة بواحد شكل زوين مع الزعتر وهاد العطرية اللي عملنا في هاد الخالط ممكن تديروا أي بهارة يعجبكم لكن صراحة بغيتكم تجربوا كيف عملتها أنا رجلت تتحمق جد زوينة بزيف و غدي نحرك أنا بليد ديالي كيف تنحركوا أي شرمولة باش نتحكم فيها بالنسبة للسلسة ديال الطماطين ما حدي تنحرك غدي نقول لكم إلى مهم عقزود تحضروه كيف قلت لكم أنا غدي تتخطو غير ملعقة كبيرة ديالسلسة المعلبة الجاهزة و ديروا معا شوية ديال فلفل أسود أو البزار شوية زيت الزيتون و الملحة و زيت الزيتون ماذا اذكرتها ولا لا المهم تشحروا هاد الشي فوق النار هاد مكونات ضيفوا علي واحد شوية ديال ما حتى تغلاش شوية قبل واحد دقيقة أو دقيقة ونصف صافي هي باش غدي تسقيوا هاد الدنجال إلى ما بتوش تحضروه السلسة اللي قلت لكم إلا حضرتوها كان أفضل مهم شوفوا انتم ما سهلة ديروها خديت هنا الدنجال غدي نقسموه على النص غدي نحيد ليها الراس ديالو و داك شوية تيكون هكذا لتحت خودوا أي حاجة بغيتو تحطوه في الجوانب غير باش مات إلاك نتنقسمو الدنجال ما ننزلوش حتى للتحت بسيكين و ما بقش هدي اللقاء و فينحطوه الكفتة خصنا نديرو بحال شكل ديال جويوب ديرو سيكين هكذا في الجوانب أو فرشيطات الجوج اللي بغيتو سهلة لكم و يمقطعوا الدنجال بهاد الشكل اللي شفتو معايا بالنسبة للشكل اللي تديرو حسب الضغط ديالكم ممكن تديروهم شوية أرقاق أو غلط اللي بغيتو غير من الأفضل يكونوا شوية متوسطين كيف غتشوفوا معايا بحال هالطريقة هادي ما ننزلوش بزاف نخليو بحال هاد الشكل هذا غادي نصى ما نقطع خليكم مع الفيديو المهم الكيمياء ديال الدنجال حسب الحشوة اللي عندكم ديرو القياس وبدو تشوفوا واش مازال شط لكم الحشوة وضيدو ديكساعة الدنجال على حسب عدد الأفراد اللي عندكم المهميرا ما غا تشبعوش منو تنشكر لكم فيه باش تنوضو كيف تشوفوه تجربوه راح في المتناول واحد الفكرة اللي زوينة جديدة في المائدة ديالنا ممكن تحضروه مع معاه عفوى الأورز ديرو الروز بالشكل اللي بغيتو وتقدموه هاكده معه مرافق تيجي رائع بالنسبة لي قدمتوه في الوجبة ديال العشاء كتفيت غير بعاصر فصراحة وجباموش بيعاول لديد بززاف وحتى شكل ديالو اللي ما عرفش واش الدنجال صراحة يبن بحلطي حال هكده مع مار شي حاجة غادي تجربوه ان شاء الله وغادي تعرفو علشنو تنهضر شفتوه معاية ندخل هكده في دوك الجيوب اللي درنا في هاد الدنجال ومثلا نقطعوه اشتعله تحت كيف تكرت باش نلقوه في نحطو هاد الكفتة هادي دائما نديرو واحد السكين ولا فرشتتها كاف الجوانب باش ما تهبطوش بززاف بالسكين على الدنجال تنحلو هاد الجيوب وتنحطو الكفتة حطوه هتا يعمر بحال هكده ماشي واحد كمية محددة يبليكم هكده تسد صافي وعمر وغادي بدوتا نحطو الشكل تيجي رائع غادي نستمر نعمر بنفس الكيفية انا تقريبا نرى ما كاملش هنا 400 جرام ديال الكفتة ما كاملاش تقريبا 350 جرام وكفات ووفات وغير نصيحة حطوه كمية كبيرة لانو تيجي لديد بززاف ما تحطوش كمية قليلة حطوه في هذا الوقت هذا شعلت الفران على 240 درجة من الفوق والتحت بالنسبة لفور الكهرباء يشعلوا الفوق والتحت والطواه غادي نحطوها لتحت دائما وبنسبة لفور الغاز حتى هو يكون سخون من قبل النار تكون فوق المهيلة تكون متوسطة كيف تنطيبو اي قغاتان في الفران ديال الغاز او الغاز حتى يطيب عاد نسلوه يتحمر شعله غير لتحت عاد الفوق او نسلوه لتحت حسب الفور كيف تيشعل عندكم سوف نضغط غير شوية ماشي بززاف سوف تيبقى في شكل دياله سوف ينام قدل واحد شوية ديال الكفتة سوف نشوف كيف ندخلها شوية باش ما تضيعش ما تبقاش سوف نقلو بسم الله وتذكر البركة اخذت السلصة ديال الطماطم اللي واج داخل الجام المجمد انا تنحضر الدنجال ويتطلق حتى بحال هاد الشكل باقيتها واحد شوية اللي مجمد كيف غتشوفوا معايا سوف نسقي الدنجال ضروري سوف نسقي وبحال هكذا بالنسبة للسلصة اللي قلت لكم ديرو غير السلصة المعلبة اللي تتكون سريعة نسيت لكم ديرو ورقة سيدنا موسى تتجيب بنينة في هاد السلصة سوف ندير واحد القطرة ديال زيت الزيتون فوق كله اه نجال وغادي ندخلو الفران غادي نحطوه لتحت والنار شعله من الفوق والتحت غادي نخلي غير تشدرسو تقاربين واحد عشرين دقيقة من بعد غادي نغطيه ضروري بورق الاليمنيون باش ما ياخد شتاني بزاف ديال الوقت على العموم تياخد خمسة وخمسين دقيقة را تياخد شوية الوقت بالنسبة للعاصر اللي غادي نحضر خديت الماء شوية ديال الفريز اللي كان عندي في المجمد وواحد الدائرة ديال الحامض راها الطريقة كنت تحتطى لكم على القناة تستغلو را ما زال موسم ديال الحامض تيجي رائع بدون من ضيفوا البرتقال وضيفوا السكر حسب الضوء تيجيها الى هاد العاصر هادا سافي بالنسبة للغاترن ديالناها ووجد غطيته بورق الطاهي وورق الاليمنيوم تقالب الخمسة وخمسين دقيقة اللي ياخدها المهم ضروري تغطيه انا ملقيتش هاد المعلومة في الوصفة اللي خديت من الفكرة لكن ضروري تغطيه بش يجي كي الزبدة تيطيب مزين تيدوب في الفم تيجي شي حاجة المهم كتت عليكم فشكير درت واحد اللمسة هكده خفيفة غير اضافة مني شوية ديال موزاريلا حكيتها من الفوق كنت متوفر عندي ممكن حتى الفرماج الاحمر الى ما ما توفرواش ما تضيفوهمش غير اختياري صافي الدنجال هادا هو شكل ديالو حتى في تقديم بتاعوتي يجي زوين بزاف بالنسبة للعاصر ساهل تتوجدوه في دقيقة بغيتي تتحن الفريز الى كنتم محتفظين بها رات يكون في المجميد كدلك ممكن تديرو الخوخ اي فاكهة محتفظين بها شوفوا معي كيف تيجي دنجال تيجي زوين بزاف تابعوا النصائح اللى ذكرت لكم فى الوصفة ستحصلوا على وصفة هائلة تعتمدوها فى الوجبة ديال غدا والعاشاء مرة مرة تحضروها بلويداتكم وليكم علاش الله الضيوف ديالكم ممكن ترافقوها كيف تذكرت بالأرز او الروز اللى مع الميس والطون او اللي مطيب هكده بشوي ديال السلسة المهم حسب الضغط ديالكم كنت فرحانة اني تنقدم لكم هاد الوصفة لانا عجبتني بزاف وتشاركتها معكم وما تنسوش دائما لايكات لتشجيع ديالي دائما وتعليقاتكم الراقية شكرا بزاف لكم بسلام عليكم